السلام عليكم أحلى متابعين النهاردة هنلخص مع بعض حلقات مسلسل حريم طارق لأن المسلسل مش موجودة على يوتيوب ومعنا النهاردة ملخص أحداث الحلقة الأولى لو عايزين بقي الحلقات اكتبوا لي في التعليقات بنبدأ نتعرف على طارق طارق نسوانجي بيحب الستات جدا خاصة اللي حلوين فيهم أما ريمة دي زوجته ريمة بتحب الرياضة أول بتبدأ الحلقة بحلم حلو لطارق بيحلم أنه هو بقى أجمل واحد في العالم وبيتكرر ريمة بالصحي والمفروض أنه هو بتابع معه مطش لكن طبعاً ما كانش معاها في حين أنه هو أصراً عنده معرض للسيارات هناك عنده صديق لي اسمه خالد كل ما يشوف حد حلو شوية يتصل بيه بسرعة ويقوله أن فيه بنات هنا حلوين وبالفعل بيتصل بيه وبيقوله أن فيه بنات هنا حلوة في المعرض علشان ييجي بيبعاد له رسالة وبيقراها وبيرتبك وبيبقى عايز يمشي ريمة طبعاً بتتكلم معاه في الرياضات بتاعتها وكمان في الملاكمة وفي الكورة وأن هي عايزة تبقى معلقة ورياضية بعد كده بيحاول أنه هو يروع على شغله وبيقوله أنه هو ورا شغل ضروري ولازم يمشي في حين أن خاله كان موجود هناك مع الناس اللي جايين المعرض وبيوصل بعد كده طارق ويبدأ أنه يدخل علشان يشوف البنات الحلوين بيشوف بنت نبسة أحمر كده مش بتعجبه بيتعامل معها وحش وبيقوله أنه إحنا ما عندناش أي عربيات عايزة تنبيع يعني أما بالنسبة دريمة بتستابل أخوها وبتقوله تعالى إلعب معايا ماتش ملاكمة بيروح بعد كده طارق وبيتكلب معا بنت وبتعامل معاها شوية بطريقة مش كويسة فكانت بتزعق معاه جامد وكان بيعمل دايما المشاكل لخاله اللي بيجو بيزعق معاه على طول بتيجي واحدة حلوة وطبعاً مش بيرود يدخلوها في البداية علشان خاطر مش وقدة تطعيم بتاع كورونا لكن بيصر طبعاً طارق يدخلها لأنه شافها أن هي حلوة جداً وعادي يعني بتشم وكمان بتستطعم الأكل خلاص مش مشكلة تدخل وبيدخلها وطبعاً الراجل اللي كان واقف عند الأمن برة بيتدايق جداً علشان طارق دخل البنت دي بينما ريمة بتلعب في بليستيشن كده ماتش كورة بتتصل بيها الإعلامية اسمها مايسة وبتدعوها أن هي تتقابل معاها بيروح بعد كده طارق وبيركب العربية مع الستة الحلوة دي وطبعاً الراجل اللي هو رفض في البداية يدخل البنت دي هو اللي عمل المشكلة دي في العربية وخلي العربية تمشي من غير فرامل الستة فضلت تسرخ وطارق ما كانش عارف يتحكم في العربية نزلت الستة وفضلت تتخانق مع طارق واتصلت به واحد قاربها أو جوزها وتقول له تعالى حالاً أنا في المعرض الفلاني بيروح لها بس أثناء ما هو رايح بيتخبط في ريمة اللي بتتدايق جداً وبتتخانق معاها وبتقول له تأسف لي بيرفض ان هو يتأسف نلاقي بعد كده ريمة بتروح وبتلاقي في مشكلة في المعرض المعرض البنت دي بتقول ان جوزها كان بيقول لها دايماً شمي العطر بتاعي وكان بيتعامل معاها كده بطريقة مش كويسة وشكله كده نسوانجي وبتاع ستات وطبعاً كل الكلام ده كان قدام ريمة اللي بتتصدم طبعاً من اللي بتسمعه بس هي عارفة ان جوزها يعني نسوانجي بتحاول للريما ان هي تتخانق معاها ومتعمل مشاكل لكن بيحاول يهديها طارق وكمان بيطرد البنت والرجل اللي معاها ببرا المعرض بعد إخناقة كبيرة ومشكلة تسبب فيها طارق طارق بعد كده بيجي بالليل وبيلبس وبيبقى عايز يمشي لكن ريمة بتقفشه بتقوله راي على فين بيقول لها ان هو رايح على دبي عنده مشكلة هناك ولازم يروح ريمة بتوقفه وبتقوله كل الكاشخة دي علشان خاطر تروح تحل مشكلة قال لها أيوة وهي طبعاً لازم أكشي خيانة عشان الأمور تزين كده وطلب ان هو يمشي لكن قندت له تعالى معايا إلعب معايا ماتش ملاكمة كده مدته ساعة ويروح غصب عنه طبعاً وتخلص الحلقة على كده وده كم لخص الأحداث الحلقة الأولى ممساسة الحريم طارق ويا رب ملخصي كله عجبكو أشوفكو على خير في فيديو جديد باي باي